اشتركوا في القناة 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 نحن نحرك بشكل نهائي نحرك بشكل حبيبات السكر نحرك بشكل حبيبات السكر نحرك السكر ونزيد من الفق نحرك حبيبات السكر نحرك بشكل نهائي نحرك كبيرة نفرغ الكراميلي كامل نمشيه في الطواة كاملة نمشيه في الطواة كاملة نخلط كل مصنوبهم نخلط كامله نخلط كل مصنوبة و نستخدم كل مصنوبة و تسعى من خلج الوكس نمشيه بمكسر مقرار نتأكد بأن المكونات تجانسوا مع الحليب هنا الكيمية السكر هنا استعملت 8 معالق كبيرة سكر سنيده لا يوجد حلوة معتادة لا يوجد حلوة معتادة فهذا الكيمية مناسبة جدا فقط الذي تعجب الحلوة يزيد حتى 9 معالق والعشاد يجب ان تكون حلوة يجب ان تكون حلوة يجب ان تكون حلوة نقص على 8 معالق تشاهد زيت المكونات كامل وعن مكسي يجب ان تضرب اليد المكسر يجب ان تزيد الكمية المتبقية وعن مكسي من جديد كما تشاهد محلوة لان يجب ان تكون حلوة جميلة وعن مكسي لان تستخدم تكون حلوة بخلطة نحن نحركه من حين الى اخر لن يلسقنا شيء في القاعد الكسرون نشاهده في الغالية نحن نحن نشاهده المقطع تحرك أخواتي ضروري لا تغفلوا شيء هنا تشوفوا أخواتي تلعط في هذه الرغوة تلعط فيها الغالية لا تفعلوا لا يوجد هنا تلاحظوا أخواتي تلعط فيها الغالية لا تفعلوا لا تفعلوا وضعوا خلط فيها لا تفعلوا ثم تجنبها لنفعلوا في كراميل يجب بنفس الكراميل فلنضع هذا الخالط كما تشاهدوا سأجعلوا أخواتي حتى يفقد الحرارة يبرد معنا قليلا فلنضعه حتى يفقد الحرارة ساعة تغطي ندخلها للتلاجة يبقى على الأقار 1-4 سواء سوف نقدمها اخواتي اخواتي خليته بات ليلة كاملة في تلاجة فصوح عجبته كما ترى هو منعازل على الطاوة على الإناء ولكن ضروري أن نقلبه لتدخل الهواء لنقلبه على هذا الشكل نقلبه في الإناء التقديم في صحن التقديم صافي نقسم الكاراميل الذي لديه على الجنب كان نزوله بعض الشيء مع القصيد وذلك الشيء الذي نجعله حيث يكون مدقه صافي ويكون على هذا الشكل نزوله قوة أخواتي نزوله لا تحرير أخواتي كاللوز إفلي أو شرائح لا نزيل منهم نقوم بمسكت بالفرن وظيفته فقط لا نقوم بمسكت بالفرن كريم كراميل وكريم كراميل يمكنك تزييه بفواكه و كريم شنطي هذا المنزل في رمضان يجب أن نزوغ خفيف لا يغلب ميئ عادة في الفطر كريم شنطي كريم شنطي كذلك يغورت يزوغ خفيف صافي يجب أن تشعر اختصار و يجب أن تظهر كريم شنطي يجب أن يكون موضوع و يجب أن يكون شكل و يجب أن يكون و أكثر أكثر من 5 دقائق يجب أن يصنح يجب ان يصلح في الفطر و أن يستعمل تحليتها تحليتها نستعملهم وراء الفطر لكي يجعوني مزيانين في السحر لا تستهلك التحليات لا تبقى شيء اقتصادية وسهل التحضير لا تأخذ الوقت تماما نتمنى ان شاء الله هنا الاستحسن لكم هذا الفيديو وتشجعوني كيف العذاب للايك والتعليق الجميلة والآراء بطبيعة الحال ونرى القاوم اخواتي كيف يأتي نقطع على واحد تريف لكي ترى القاوم اخواتي يأتي شابر فراسو هو هذا الدور البيضاء الذي نزيده في هذا الفلان الدور لكي يأتي ان الفلان يعني عاقد ما يأتي شيء يتحرك بوحدته ويتهرس لكي نقطع معكم واحد شوية تشوفوا اخواتي يأتي قابض فراسو واحد الوصفة يعني رائعة في الحقيقة وكتنال اعجاب تحت الاطفال دينا كيعجبهم فمتنسونيش اخواتي كما قلت لكم التعليق ديكم جميلة وملي لايكات ديكم جميلة وكذلك لأول مرة كيتشوف القناة تشترك فيها ويفعل جرس بشي توصل بالجديد للقناة ان شاء الله انتلقوا ان شاء الله في وصفة المقبلة مع الفيديو القادم ومع السلامة اشتركوا في القناة